مكة البلد الأمين تهفو إليه النفوس وتسترذ في الوصول إليه رغم المصاعب والمشاق هنا يجتمع الحجاج من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد إشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى رافغين أيديهم بالتضرع إليه طلبا للمغفرة والرحمة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله تعالى ينعم حجاج بيت الله الحرام حيث يبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وامتدادا لما تبذله حكومتنا الرشيدة أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنظيم والجنادرية حملة حج الإسلام الخيرية الرابعة عشر لعام 1440 في إطار عمله الدؤوب في الدعوة إلى الله وسعيه المتواصل في نشر رسالة الإسلام والمشاركة في تثبيت المسلمين الجدد ومساعدة غير القادرين على أداء فريضة الحج قام المكتب بتحجيج 170 حاجا منهم 45 حاجا من المسلمين الجدد و125 حاجا من كبار السن وذوي الدخل المحدود من السعوديين والجاليات وقد انطلقت الحملة في السابع من ذي الحجة على أربع حافلات مجهزة ووصل حجاج مكتب الدعوة بالنظيم إلى الرحاب الطاهرة ما بين متمتع ومفرد وقار وفي اليوم الثامن من ذي الحجة اتجه الحجاج إلى مشعر منا لقضاء يوم التروية مبتهلين إلى الله العلي القدير وراجين العفو والمغفرة والرحمة ومتقربين إليه بالتلبية والتسبيح والتكبير والدعاء وفي ساعات الصباح الأولام يوم التاسع من ذي الحجة اتجه حجاج المكتب برفقة الحجاج القادمين من كل بقاع الأرض إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من شعائر الحج وهو الوقوف بعرفة حيث وقف فيه الحجاج تغمرهم مشاعر السعادة والرجاء شاكرين الله تعالى على توفيقه ونعمه تعلوا أصواتهم بالتكبير داعين الله أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يكتب أجر من أعانهم في أداء فريضة الحج وبعد أن أكمل حجاج المكتب أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات وبعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة أفاضوا باتجاه مزدلفة مؤدين صلاتي المغرب والعشاء جمعة أخير ومكتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت وقد تخلنا المبيت عددا من المحاضرات والتوجيهات الإرشادية التي حرصت إدارة المكتب على تقديمها لشد الهمم وإرشاد الحجاج وحثهم على الطاعات والسباق عليها وبعد صلاة فجر العاشر من ذي الحجة انطلق حجاج المكتب بعزيمة إيمانية لا تعرف الكلل ومعنويات تعانق عنان السماء باتجاه مشعر منا لرمي جمرة العقبة الأولى ومن ثم لنحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنة وحلق وتقسير الرؤوس وأداء طواف الإفاظة وسعي الحج سائلين الله التوفيق والثبات والقبول واصل حجاج المكتب وسط حشود الحجيج القادمين من كل صوب رمي الجمارات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فيما تعجل البعض منهم في يومين قبل أن يتوجهوا إلى مكة لأداء طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة وطيلة أيام العيد وفي أجواء يملأها الابتهاج بأداء فريضة الحج وبحلول غيد الأضحى المبارك نفذ القائمون على مكتب الدعوة بالنظيم والجنادرية عددا من المناشط للمعايدة والمسابقات الثقافية والتي تخلى لها عدد من المحاضرات والخواطر الإيمانية فيما سلم عدد من الجوائز التشجيعية للمشاركين في المناشط من حجاج المكتب وبعد أن أنهى حجاج المكتب مناسك الحج كانت الدموع حاضرة في وداع المكان الطاهر ووداع أصدقائهم ومشرفيهم الذين تعلقوا بهم طيلة أيام الحج الكصيرة بزمنها والكبيرة بحسناتها وعظمتها يتصافحون ويتبادلون الدعاء لبعضهم سائلين الله أن يجمعهم على طاعته وأن يزيدهم من فضله يذكر أن حملة حج مكتب الدعوة بالنظيم لهذا العام ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة تحققت بفضل الله ثم بدعم المحسنين وهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي الشريك الاستراتيجي فضيلة الشيخ إسليمان البسام فضيلة الشيخ سعود العريفي سعادة الشيخ مطلق لغويري سعادة الشيخ فنجال الشيباني كان النجاح بفضل الله حليف الحملة في جميع النواحي التنظيمية والإدارية وتمكنت من وصول إلى أهدافها الدعوية على النحو الذي تم التخطيط له مسبقا والحمد لله على عطائه